طبعا كلنا عارفين ان الكناية ما تظهر كده ظهرت قدامنا الكناية المفروض في تعريفها بقول اطلاق اللفظ اطلاق الايه اللفظ المفروض ان انا عندي الوان بيانية الوان البيانية عندي اربعة تشبيه واستعارة ودول علاقة مشابهة كناية ومجاز مرسل ودول علاقة غير المشابهة طيب يعني الكناية هي ايه اطلاق الايه اللفظ طب الجزء الثاني في التعريف وإرادة لازم معناه طب الجزء الثالث بقى مع جواز إرادة المعنى الأصلي مع جواز إرادة المعنى الأصلي يعني ايه الكلام ده هقولك ببساطة لما أجي أقول اسفر وجه اللص هنا اطلاق اللفظ يبقى اللي هو إيه اسفرار اللي هو وجه اللص إرادة لازم معناه إرادة لازم معناه اللي هو إيه اللي هو الخوف مع جواز إرادة المعنى الأصلي هو أصلاً وجهه أصفر وأنا أقصد المعنى المختفي وهو الخوف ده تعريف بسيط للكناية يبقى اطلاق اللفظ وإرادة لازم معناه يعني أنا مش قصد دوت أنا قصد المعنى المستخبي اللي هو الخوف مع جواز إرادة المعنى الأصلي هو بالفعل وجهه أصفر وهنا انا اقصد الخوف ده تعريف الايه الكناية وده تعريف سريع للكناية طيب تعال كده نشوف انواع الكناية انواع الكناية انواع الكناية عندي سلاسة انواع عندي كناية عن صفة عندي كناية عن موصوف عندي كناية عن نسبة طيب يبقى صفة موصوف نسبة يعني ايه? يعني انا هجيب لك اللفظ ونقصد منه الصفة المفهومة منه هجيب لك اللفظ ونقصد منه الموصوف اللي بيدل عليه هذا اللفظ هجيب لك ال هنا النسبة يعني ان انا هنسي بالصفة لشيء متصل بالشخص اللي انا بتكلم ايه عنه مش هتفهم الكلام ده اللي من خلال الامثلة اللي هتتعيرين قدامنا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحة ده قوله تعالى ايا كريمة ولا تصعر خدك للناس تصعير الخد هنا يعني ان انت تمشي ولا تنظر للناس وترفع وجهك بعيدا عنهم يبقى المراد بيها التقبر يبقى المراد بيها الايه التقبر يبقى دي كناية عن ايه كناية عن صفة يبقى ايزا هنا دي الاية الكريمة كناية عن صفة وهي الايه التقبر تمام مثال تاني بعت هنا برضو ابنائنا لوة الليالي كفهوا على العصة هنا المقصود بالليالي الزمن المقصود بالليالي لايه الزمن يعني دي خد بالك دي تعتبر اصلا مجاز مرسل دي تعتبر مجاز ايه مرسل عن الزمن علاقته الجزئية لسه هنشرح لوة الليالي كفهوا على العصة عندما يكبر الانسان في السن يستخدم العصة ويده تمسك بايه بعكاز يستطيع ان يساعده في المشي يبقى هنا دليل على ان هذا الشخص كبر في سنه يبقى قبر الايه السن او التقدم في العمر ودي ايضا صفة يبقى ده احنا بنشرح النوع الاول ان انا بجيب لك هنا تفسير لهذه او بجيب لك تعبير بس انا ما اصدوش اصد الصفة اللي جاي من وراء هذا التعبير بهنا كبر السن مثال اخر برضو جلنا من ابنائنا بس طبعا مش بنذكر الاسماء لان المثال ده بعته مثلا يجي اكتر من 10-15 طالب سواء المثال ده والقابله فاكيد انا مش هعد هذكر كل الاسماء دي عشان وقتكم مش اكتر انتو تستحقوا طبعا ان احنا نقول اسم كل واحد بس عشان خاطر وقتكم فلان لا يضع العصة عن عاطقه العاطق هنا اللي هو المفروض اللي هو الكاتف طيب لا يضع العصة عن عاطقه من عادة العرب قديما انهم كانوا عندما يرحلون لم تكن هناك بقى شونة صفر بالمفهوم اللي احنا شايفينه دلوقتي والشونة كده تبقى لها جرار وتمسكها لا كان بيبقى عبارة عن سرة من القماش يضع فيها ملابسه ويعلقها بعصة ويضع هذه العصة على كاهله دي كانت الطريقة اللي بيشيل بها الحاجة يبقى هنا بيشيلها كده وتبقى سرة الملابس بتبقى اسفل او وراء ظهريه وهو ماسك العصة كده يبقى معناها ان هو رايح فين مسافر فهنا فلان لا يضع العصة عن عاطقه ويبقى هنا تكسرت الترحال يبقى تكسرت الترحال او الصفر ودي كناية عن ايه عن صفة انا بحاول اجيب لك حاجة بسيطة تسهلك العملية وفي نفس الوقت اجيب لك الامثلة الصعبة اللي مرت ايه عليك دي الكناية عن صفة طيب لسه ما خلصتش مثال تاني فتى مختصر المأكول والمشروب والعطر واحد يقول لك ده راجل بيقتصد مش مصرف ان هو ما بيكلش كتير وما بيشربش كتير وما بيستخدمش عطر كتير اكيد طبعا مش ده المقصود لان في البيت الثاني نقي الكأس كأس هنا المقصود بها الكوب يعني كبهات بتاعته نضيفة والقصعة ومكان الايه الاطباق بتاعت الاكل والمنديل ما بيستخدمش المناديل لان ما فيش حاجة يمسحها والقدر وهنا الاناق اللي بيطبخ فيه الطعام يعني معنى كده ان هو شخص بخيل يبقى دي ات بتعتبر كناية عن صفة اللي هي الايه البخل يبقى دي برضو ايه صفة يبقى كده الكناية عن الصفة اتشرحت في اللوحتين السابقتين هنا نتكلم بقى عن الكناية عن موصوف الاول قبل ما نوصلها بص الكناية عن موصوف هي عبارة عن ايه هي عبارة ان انا هجيب لك صفة ونقصد الموصوف بيها وشرحتها قبل كده واخدناها في نص مصر تتحدث عن نفسها وبناتو الاهرامي في سالف الدهري بناتو الاهرامي ده وصف لمين وصف للمصريين القدماء ماشي يبقى ايزا انها بناتو الاهرام كناية عن موصوف اللي هو مين المصريين كذلك لما اجي اقول لغة الضاد من اعظم اللغات هو المقصود بها اللغة ايه العربية طب نشوف فقى المثال هنا اللي برضو وبعتوا حد من ابنائنا الضاربين بكل ابيض صارم والطاعنين مجامع الاضغاني ومثال اخر قوم ترى ارماحهم يوم الوغة مشغوفة بمواطن الكتماني اه خد بالا البيت الاول ده من حاجة وده من حاجة والاتنين فيهم حاجات متشابهة مجامع الاضغان مواطن الكتمان وهنا الضاربين بكل ابيض صارم اه هنا بيدرب بالابيض الصارم هنا حروب قديمة فالابيض هنا بيبقى عبارة عن السيف يبقى الابيض الصارم هنا يقصد بيها مين يقصد بيها السيف صحي كده تبدأ سيفة ولا موصوف ده اكيد ايه موصوف يبقى دي عن موصوف ماشي نكتب كده هنا اللوحة دي للكناية عن موصوف طيب وطعنين مجامع الاضغان يبقى الضارب بالسيف وطعن بالرمح وهيطعن ايه مجامع الاضغان يعني المكان اللي فيه الاضغان والاحقاد وهنا المشاعر دي بتبقى فين يقصد القلب يبقى دي ايضا كناية عن موصوف اللي هو القلب يبقى ده السيف وده القلب احنا بنجيب لك بقى امثلة غير الامثلة التقلدية حمار رواجه الفتاة والامثلة اللي احنا جبنا لك وجاب لك امثلة جديدة نشرح بيها الايه الكناية ومن خلال تساؤلاتكم انتم قوم انترى ارماحهم يوم الوغى في المعركة مشغوفة بمواطن الكتماني طبعا انا القلب اذا هنا كناية عن موصوف هنا السيف هنا القلب هنا القلب وجاوبنا كده المثالين اجابة نموذجية طيب نشوف كده الكناية الاخيرة وهي الكناية عن نسبة هنا بقى انا لما كنت بقول احمر رواجه الفتاة بقول ان الكناية عن صفة وهي خجل الفتاة صحي كده هنا بقى مش اقول الكلام ده هقول الحياء في سيابها الحياء في ايه في سيابها يعني انا عايز اقول ان الفتاة خجولة بس نسبت الخجل لشيء متصل بالفتاة الا وهو السياب هنا بص المثال ده اليمنه يعني الخير والبركة اليمنه يتبع ذله والمجد يمشي في ركابه اه دي كناية عن ايه عن نسبة بجاوبها ازاي بقوله كناية عن نسبة ها اليمن والمجد لما اتصل بالممدوح الا انا بمدحه يعني انا نسبتهمش لي انا نسبتهم لشيء متصل ايه بي كده يا شباب دية الكناية صح كده شرحناها ببساطة وسلاسة الكناية هي اطلاق اللفظ وارادة لازم معناه مع جواز ارادة المعنى الاصلي طب اي كناية لها سر جمال اه سر جمالها ايه يا استاذ سر جمالها الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وتكسيم تاني الاتيام بالمعنى مصحوبا بالدليل عليه في ايجاز وايه وتكسيم يبقى انا كده خلصت شرح الايه خلصت شرح الكناية وقلتها بانواعها التلاتة كناية عن صفة كناية عن موصوف كناية عن نسبة واعتقد ان الشرح ده كافي بعيدا عن كتر الامثلة هي احنا جبنا امثلة محددة ولكن وصلتنا الهدف والمضمون نخش بقى على المجال